ومن مستشفى السلام في بورسعيد شرق القاهرة ينضم إلينا الزميل محمد عاطف مراسل الغد محمد هل اتضحت بعد أسباب الحادث وما هي الحصيلة النهائية للضحايا والمصابين نعم حسين الحادث هو حادث مروري بالدرجة الأولى عندما كانت هناك وردية من شركة سبأ للملابس الجاهزة الموجودة في منطقة بورسعيد هذه الدورية مكونة من 33 فرد ما بين نساء ورجال هم من محافظة ضمياط المجاورة لمحافظة بورسعيد وفي طريق عودتهم المعتاد اليومية حدث حادث تصادم مروري مع حافلتهم بسيارة نقل كبيرة السيارة النقل من شدة الارتطام استطاعت أن تصعد فوق الحافلة التي تقلهم وهي كانت ميني باس يحمل عدد 33 شخص وبالتالي شدة التصادم أدى إلى وفاة حوالي 22 حالة وفاة وفقا للحصائية الأخيرة التي أعلنتها وزارة الصحة مستشفى السلام بورسعيد كانت المستشفى التي استقبلت أكبر عدد من ضحايا هذا الحادث حوالي 16 حالة وفاة كانت موجودة منذ قليل في هذه المستشفى لكن الآن لا توجد حالة واحدة فقط جميعهم خرجوا في صحبة ذويهم وتم استلام جميع الجثامين من مستشفى السلام لم يتبقى سوى ثلاث حالات إصابة موجودة لثلاث سيدات في مستشفى السلام وهذه الحالات ما بين قصور وما بين كدمات وسحجات نتيجة التدافع والتزاحم والارتضام بل هناك حالة منهم يشتبه في كسر في الحوض ويجرى لها عمليات لتثبيت هذا الكسر الوفيات والمصابون تم توزيعهم على أربع مستشفى في محافظة بورسعيد كان أكبرهم مستشفى السلام ثم بعد ذلك الحميات والتضامن ومستشفى الظهور بأعداد وأرقاب مختلفة وحسب أيضا الحالات الخاصة بالمصابين ومدى احتياجهم في الأقسام لكن هذا الحادث هو حادث فعلا مروري لا يوجد فيه شبهة جنائية النيابة العامة وفرق النيابة العامة قاموا بالتواجد في المستشفى لحظة وصول الجثامين والمصابين وتم استجواب المصابين في مسألة كيف أو السيناريو ما قبل الحادث والدقائق الأخيرة التي رووها لفريق النيابة لتأكد من كيف حدث هذا الأمر نعم أشكرك شكرا جزيلا الزميل محمد عاطف مراسل الغد كنت معنا من مستشفى السلام في برسعيد شرق القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر